السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معهدنا نهارده مع حلقة جديدة من سلسلة روس يلا نتبع سري دي في الموقع اه عرب سري دي برينتر من تقديم شركة اه فوكس اكس واي زي من تقديمي مصطفى عزازي. نهارده نتكلم على المشاكل اللي بتقابل واحد وهو بيعمل اه زي ما تعودت ان انا بحب الناس برضو تبحث بقولوا كلمة دي في كل حلقة اه انا كتبت في جوجل سري دي برينتر ترابر شوتينج وخدت اول تلات اختيارات اه اول واحد اه سايد اسمه اول سري دي برينتر والتاني واحد اللي هو سيمبيلافاي سري دي وده اه اه اكتر واحد انا برجحه واخر واحد اللي هي في الويكي اه في الويكي برينت برضو بيتعرض للمشاكل دي اه خلينا ناخد اه اول واحدة اللي هي اول سري دي برينتر اه واحنا بنطبع من قبل مشاكل كتير اه مش هايزة قولي ان نسبة كبيرة جدا من مشاكل البرينتر بتبقى ممكن تكون سوفتوير اعدادات السوفتوير نفسه هاجات قولي ايه الا اول اللي بتأثر بيها بتاع الماكنة وده معنا كده ان الماكنة تبقى مش كويسة فلما بنجي نقول اول حاجة ان القطعة زي ما نشايفين بتطلع فوق بتسيب البد وتطلع لفوق شوية معنا كده انها مش لزقة تحت كويس يبقى انا البد ليفلينج عندي مش مظبوط وفي نفس الوقت الحرارة بتاعت البد مش مظبوطة يعني انا بستعمل خامع عايزة حرارة يبقى لازم اصبط الحرارة بتاعت الخامع كويس اه تاني حاجة في حاجة اسمها اللي هي اللي هي اللي قطعة بتبقى كده دي تطلع فوق ودي تطلع سنة ودي تاخد ده برضو مرتبط بالحرارة والوزن اللي فوق يعني وزن القطعة من فوق اتقل والتبريد هنا خد التبريد اكتر نروح على اللي بعدها اه اول ليا بتبقى مش لزقة على السطح كويس يبقى انا الحرارة برضو ما كانتش كويسة والبيد ليفلينج يا جماعة بنقول ان بعدي ورقة 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 رفيعة من تحت النزل بالزبط لو انا بشتغل بالنزل بوينت فور وده اكتر حاجة مشهورة الورقة تاخنة الورقة تريد ما هتبقى بوينت او معنى كده ان النزل وهو بينزل البلاستيك في الاول بيدغطوا في القاعدة كويس طب لو ما دغطش لو انا كنت اقل من او او اقل هتلاقي النزل او الاكسترودر بيحك في القاعدة كده وهو ماشي بتلاقي الجسم بماكنها بيتهازد ده غلط جدا جدا وبيبقى فيه ضغط على الاكسترودر انو عمال يزقه البلاستيك والبلاستيك سيح وعايز ينزل وانت اقفله من تحت يبلازم افتح له سنة ينزل بس ما رفعش فوق اللي بها ما تلزقش كويس اللي بعدها هنا دي برضو متعلقة بدرجة حرارة والتبريد الشكل ده ده قليل الاول لما بنشوفوه بس هو بيحصل انكماش نتيجة درجة حرارة آآ والتبريد الشكل ده آآ اللي هي شفت بيحصل شفت لللاير معنى كده ان الاكس والواي وهي ماشية آآ في حاجة مع صلاجة في الاكس والواي مش زد الاكس والواي وهي بتمشي في الاكس والواي عمالة ترحل يعني مش قادرة تاخد مشوارها كامل ترجع هنا فبتروح واخدها كده وبعدين بتقف شوية ممكن نقول رمان بيلي ممكن نقول الحاجة مش نضيفة في البروة هي بتزحلق عليه آآ السير واسع شوية ايا كان الميكانيكا اللي موجود في ايه لكن احنا بنتكلم هنا على مشكلة في الاكس والواي الطريق بتاعهم مش نضيف مية في المية آآ هنا بيحصل هنا برضو بتبقى قريبة من نفس القصة آآ اللي اللي بيقول لك هنا البلد لوسر مش مشدود كويس آآ تاني زاد برضو زاد ممكن يكون بمهزوز سنة آآ يخليها يحصل الجاب الصغيرة اللي موجودة قدامنا دي آآ هنا برضو دول هنا الحركة دي بالزاد يا جماعة بتحصل ممكن يكون ساعات ودي حصلت معي كتير ان البكرة نفسها وهي ملفوفة البلاستيك لازق في بعضه صغيرة او حلقات البلاستيك ركبة على بعضها آآ بشكل ما دي بتخلي البكرة ما تسحبش الاكسترود ده ما يسحبش البلاستيك كويس يقوم يبقى الاكسترود هنا ضعيف في الجزء ده يبقى ضعيف او نوع الخامة مش كويس او القطر بتاعها مش مناسب في الحتة دي لان الجزء ده تعمل كويس والجزء اللي تحته تعمل كويس اش معنى الجزء ده يبقى هنا على طول لازم اقول الفيلمات عندي في مشكلة يا ما تمسك يا ما تزنع يا اما الاكسترودر نفسه تهز آآ 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 وهو شغال ما كانش بيفيد كويس فانا قرصت عليه شوية فكمل حاله آآ هنا فتحات اللي بتحصل بين الجاب اللي بتحصل بين القطع وبعضها الاكسترودر هو بينزل البلاستيك لو البلاستيك لمس السطح ده حيسيح عليه ويلزق فيه معنى كده نزاد عندي في مشكلة ان جا في الحتة دي وحصلت الجاب دي ممكن يكون مائل يوم ممكن يكون في حتة التراب خلت الرمانة تطلع الشعر صغيرة تعارفين يا جماعة نحن نتكلم ببوينت واحد من عشرة ملي فلازم اكون دقيق قوي في الماكنة تكون نظيفة قوي 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 وممكن تكون الحرارة مش كافية في الجزء ده ما كانتش كافية بمعنى انه هي شغالة عارفين درجة الحرارة فيه سرمستر بيقفضى ليس فبقول له درجة حرارة انه زبطها على مسلا فيه ناس بتشتغل البيقي على مية خمسة وتمانين. وانا بفضل مية وتسعين. المية خمسة وتمانين. ااا على ما قال يستهلك ويمشي بسرعة. فلدرجة الحرارة نزلت تحت المية خمسة وتمانين في الحية دي. في الليار دي بالزبط. وبعد كده ريجع التاني زبطت. في هنا يبقى انا افضل ان درجة الحرارة تبقى حى سنة زغيرة. فيه ناس بتشتغل البيقي على متين وتلقين. آآ في هنا بقى في نقط هنا شايفين النقط الجابس اللي موجودة الفراغات اللي موجودة في السطح بعد ما خلصت طباعة. يبقى ان الطباقات بتاعتي اللي فوق مش كفاية في نفس الوقت البتاعي مش شايل الطباقات الكفاية دي. انا ممكن ازود عدد الطباقات اللي هنا وازود شوية شوية صغيرين. آآ دي آآ شايفين الشعر رفيع ده الماكنة وهي بتشتغل هنا وعايزها تنتقل من هنا تروح لهنا فبيحصل في شعرة صغيرة هنا في تويكينج زريف قوي ممكن الواحد يعمله في آآ ليه اللي اسمها الريتراكشن الريتراكشن لانا بخلي الماكنة تسحب البلاستيك تشفطه يقوم يبقى النزل وهو بيتحرك يبقى فاضي نظيف. وفي حاجة تانية برضو هنتعرض لها تحت ان انا خليه يمسح جمان. آآ هنا عندي الاكسترود. هنا الاكسترود آآ المفاوض ان البرنامج حاسب لي لما اقول طباقة اتنين تلاتة اربع طباقات جنب وبعض بتخانت النزل اربعة من عشرة لازم دول يبقوا لمسين بعض فعلا. فمعنى ان هما مش لمسين بعض يبقى انا كده الاكسترودر ما بيطلعش كمية البلاستيك المناسبة اللي يملى الفراغات آآ او نوع الفيلميت مش كويس. يبقى نوع الفيلميت مش كويس. آآ يبقى انا هنا مفروض ان انا اشوف الاكستروجن طولو هنا الاكسترودر عليل. ازود كمية الاكستروجن لو عندي الحركة دي بصفة دائمة في في الشغلة دي او في البكرة دي. لزلك الاعدادات ممكن تختلف من بكرة لبكرة. بكرة البلاستيك. آآ بتختلف من واحدة من واحدة للتانية. آآ وهنا ممكن يكون النزل مش نضيف. النزل نفسه تسد لو كانت المكناة شغالها معايا كويس وعملت كده على نفس البكرة ونفس كل حاجة يبقى النزل النزل بيتسد امتى? لما بيحصل اكسترودر يفضل سخان. آآ شغال فترة طويلة. وانا مش مشغل المكنة. فبيتحرق حتة بلاستيك جوه. بتتحرق بتبقى لونها اسود فحمة وبتلزق في الحديد من جوه. فدي تبقى عائق. فلازم في فونية كده بنصلح بيها حاجة زي ابر رفيعة بنصلح بيها دي. آآ وهنا لازم اشيك كمان ديامتر. هل انا كاتب رقم بتاعي صح? اللي هو وان سيفن آآ آآ ولا ده المفروض ان هنا تلاتة هو مكتوب كده. فده اللي يعمل لي المشكلة دي ان هو لو قطره تلاتة ميلي وانا زبطه على كده هيعمل لي يبقى مش هينزل كمية البلاستيك المناسبة بتاعتي. هنا ان المكنة بتعمل بلاستيك بزيادة لدرجة انه بصوا من تقلوا بيدلد اللي بيعمل ازاي بيبقى بهزا المنزر وفي نفس الوقت انا اللير بتاعتي عاليها قوي على بعض. آآ كان في حد آآ بيستعمل المكنة وبيقول لنا اعمل اللير بوينت فور فابقول له زي بس بوينت فور. وانت الاكستروشن عندك النزل عندك بوينت فور. يعني كده هيلمسوا بعض ازاي? فقلله شوية او زود في اعدادات الاكستروشن يخليه طلع كمية بلاستيك زيادة شوية صغيرين. ليه الفلو هنلاقيها في معظم البرامج ان انا بدل ما هي مية في المية خلها مية وعشرة في المية. فيه كمان الجاب في الطوب لاير. الطوب لاير ما بتتقفلش. ليه? لان مفيش حاجة يبني عليها هيبني على هوا. آآ تخيلوا يعني 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 مش هيقدر يبني يبقى لازم احط انفل آآ كمية كافية اللي بيها اقدر اغطي الطبقة اللي فوق. يبقى هنا لازم احط الانفل يبقى فيه آآ كمية اكتر شوية. آآ دي بتحصل ساعة في القاعدة يبقى بيطلع لي فيه بعض عيوب بالمنظر ده. آآ بيبقى بتاعي مش مزبوط. اللي بتاعي مش مزبوط وممكن يكون فيه السير وهو ماشي المكنة وهي ماشي جات هنا عملت تلات لفوق سنة صغيرة ونرجع التاني. يبقى برضو هنا الاكس والواي وهما ماشيين عملوني الحركة دي لان انا شايف الزاد لحد ما آآ جاي على بعضه. لكن هنا واضح ان هنا في ميل في الترابيزة. لذلك العيوب زادت في هذا الاتجاه. آآ والشيل ممكن اتخن الشيل الشيل اللي هو الحوائط يا جماعة اللي بتتعمل يعني هنا فيه اتنين حيطة او واحدة اتنين وارا بعض. فممكن اخلي الشيل تخين شوية. ازوده شوية صغيرين. آآ ساعات بيحصل ان الماكناة تروح لاسعالي الشغلة بالمنظر ده. لو الشغلة دي اللي عالية ودي واطية. فهي بتنتقل بتلسع الماكناة راح تلاسعة هنا سنة صغيرة دي. آآ المفروض ان انا بزبط الموفينج اكروس. هي انا وهي بتعدي على السطح عملت الحصرة دي. عملت فوقه. آآ المفروض ان هنا فيه بنعمل اللي هو بيشفط قدنا بيشفط البلاستيك وهو بيعدي. فيقوم ما يحصلش الخط ده والخط ده. آآ ايه تاني. وهنا مش راضي بتعدي. ايه يبقى عندي اما الاكسترودر. آآ مش قارس الترس بتاعه مش قارس على الفيلميت يعدي منه. الفيلميت رفيع. المطور مش 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 قوي فقط قدرته. آآ حاجة وقفة في الفنية من تحت. بس هما دول اللي يوقفوني دي التلات حاجات اللي يوقفونه دي. لو رحنا على سايد التالي دي بيتعرض لنفس المشاكل اللي بتاختبه لكم يمكن المس نفس الصور. هنا واضح ان ما فيش مسافة بين البد. مش لازق على البد يبقى انا انا طاير عنه. هنا الاكسترود الاكسترودر زيادة لدرجة ان الحاجة عارفين طلع من رحراتها من اليمين والشمال. طلع بزيادة. آآ هنا الاحرارة كتير وهو بينتهي فوق في تحت هنا. عارف يمشي مسافة وساق النقطة دي لما هاجيها راجع لها سيها راجع لها بعد ما مشي كده 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 بردت. هاجي تاني تالت رابع. هنا بقى السرعة اللي كانت بتشتغل بيها المكنة ما خلتش يحصل فيه آآ تبريد فالقطع بقى وزنها تقيل على بعضها. وهنا قلنا دي الاوز برضو ده في بعض المكنة هي تخليها آآ تعمل آآ تمسح النزل وهي رايحة تنتقل من قط من الرجل دي للرجل دي. تقوم تمسح النزل هنا. تمسح النزل هنا الاول وبعدين تنتقل تقوم تمشي نضيفة. واعمل اللي بها بشفط بها البلاستيك. هنا الطبقات مش كافية. هنا الاكس والواي فيها مشكلة. آآ هنا هنا تنظيف آآ هنا العضة صغيرة في الفيلمات دي شايفين دي ممكن تعمل لي مشكلة. هنا قلنا برضو آآ كده الحرارة والسرعة بتاعتي مرتبطة. آآ آآ من النزل لدرجة الحرارة زيادة لدرجة ان البلاستيك بي بي بينزل سايح ويدلدل من الجناب. هنا الجابز دي بقى انا عايز في في وانا بعمل في ازود آآ شوية. آآ نفس المشاكل بقى موجودة هي هي اللي احنا اتكلمنا عليها آآ في نفس آآ آآ هنا بشرح لي بقى واحدة واحدة بيقول لك ايه اعمل ايه ديامتر. يعني هنا هزود الفيلمات ديامتر علشان آآ ياخد وزود الاكستروجان آآ الفلو بتاع الاكستروجان شوية. بازبط هنا او ازبط هنا. شوف فين الاعداد الخاطئ واعمله. آآ نفس القصة موجودة في بتاع آآ ريبراب ويكي. هنلاقي برضو هنا موجودة برضو بيتعرض يمكن الصغرة تبقى مختلفة شوية صغيرين. آآ نبص يا جماعة انا كده شرحت واحدة بالكامل وشرحت تقريبا معظم اللي هتقابلها وانت آآ بتطبع. ما فيش حاجة اكتر من 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 الحاجات اللي احنا تناولناها. هنا بيتناول برضو نفس الافكار بآآ وبشرحها بتكنيك تاني. آآ اتمنى الفيلم يكون آآ مفيد واتمنى ان الناس اللي اسألونا على اي حاجة توقف قدامكم آآ هنرد عليكم على طول ان شاء الله. ونلتمس العزر لو الناس اتاخرنا الرد ما بيعاش في نفس اليوم يعني. او في نفس في نفس الساعة سوري. لكن ان شاء الله في نفس اليوم بكتير تاني يوم. آآ واتمنى اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله معلوماتكم مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة